هذه حقيقة ملموسة ومعترفية أننا بسنا ربما الدوري في جنوب إفريقيا فإن الدوريات في الدول الإفريقية مع دول الشمال هي دوريات ضعيفة نظرا للطعف الكبير الذي تعرفه من حيث الجهيزات والبنيات التحتية والملاعب إلى مغرد وهذه العكس على مستوى الممارسة هذا أمر معترف به وذلك ما جعل الدول في شمال إفريقيا تصبح مسيطرة على البطولات القارية بحكم أنها مقارنة بالدول الأخرى أن بنياتها أفضل جهيزة أفضل حتى مستوى التكوين اللاعبين إلى غير ذلك رغم البشاكل التي تعترفها لكن في المجمل العام فإن الكرة القدم في شمال إفريقيا على صعيد الممارسة أنديتها هي أفضل من الأندية في باقي القارة الصمراء هذا من الأمور التي تعطي الأفضلية أصبح تعطي الأفضلية لبلدان شمال إفريقيا كانت هذه الأفضلية موجودة في السابق إحراز البطولات ليس وليد اليوم بل هو قديم لو نظرنا إلى التاريخ إلى مقابل ذلك إلى الأهل إلى حتى الترجي إلى الرجاء الويداد لأنهم سابقا لأنفازوا بهذه الألقاب لكن هذه الأفضلية وهذه السيطرة وهذا التميز أصبح يتكرسوا حاليا في هذا الوقت التي أصبحت فيه الفوارق من حيث كما قلت من حيث الجهيزات من حيث المنشآت والبنيات التحتية وحتى على مستوى التكوين أصبح كله يعطي الأفضلية والأرجحية لأندية شمال القارة الإفريقية أعتقد أن الدعف في مستوى البنيات والجهيزات هذا يمنع العديد من الأندية في القارة الإفريقية الصمراء أن تقارع أندية شمال إفريقيا مع عدى مثلا فريق سانداونز الجنوب الإفريقي أو فريق تيبي مغزينبي الكونغولي الذي يتبتع بمكونات ومقومات جيدة جدا تخول له أن يقارع الأندية في شمال إفريقيا على الألقاب وعلى البطولات هذا أمر واقع ومؤكد وظاهر العيانة اشتركوا في القناة